كيفيش ابديت؟ وسميه ترام ميربورن ووقتها لم يكن كهربائي أما كانوا يجروا فيه الحصنية أما الكهربائي قبل أن يصل إلى أمريكا بدأت كيفي في ميربورن عام 1889 هو نفسه نحاول إحسان وعاوضوه بالإلكتريسيتي وكانوا يستعملوه في الصناعة لكي يهزو يوصل الأحمال الثقيلة ومع استمرار الثورة الصناعية قاعدة التكنولوجيا تتطور أما من نجموش نسيو اللي مصر توجد فيها ترام عام 1863 ووقتها كانت حاجة جديدة وغريبة بويسك هي الثاني دولة في العالم بعد إنجلترا تنشأ خطوط السكاك الحديدية للتراموي والسيخ كويم كان في مدن الإسكندارية وهكا نكون وصلنا لنهاية كيفيش ابديت وحكينا اليوم على التراموي كيفيش ابديت؟